محنة الأسرة المسلمة في زمن العولمة الحمد لله الحمد لله الذي جعل بين الزوجين ميثاقا غليظا وجعل الأسرة مستأمنة على تربية النشء وجمع شتات الأسرة ومحضنا وثيرا وحصن بيضتها من الكسر أو التمزيق بحسن المودة والرحمة فضلت في وجوه التطور والتقدم الوحشي حاجزا وسدا منيعا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حمل الأبوين مسألة وقاية الأبناء من الوقوع في الردائل وتجنيبهم نارا وسعيرا فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحزارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وصفيه وخليله المخبر عليه السلام أن الأبوين هما الرعاة للأبناء والمسؤولون عن التأثير في جبلاتهم ورسم لهم طريقا مستقيما فقال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه صلى الله عليك وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المؤمنون نعود إلى العنوان محنة الأسرة المسلمة في زمن العولمة بمعنى آخر ماذا خسرت الأسرة المسلمة في زمن هذا التطور المذهل الذي في الحقيقة وللأسف يسوق الإنسانية والبشرية كالقطيع حتى أصبح الإنسان مثله كمثل الميت بين يدي مغسله لا يستطيع أن يحرك الساكنة هكذا وصل بين الأمر وهذا من الأمور التي خسرته الأسرة المسلمة إذن خسرت الأسرة المسلمة أيها الإخوة ذلكم الدفء الوتير الذي كنا نراه وكنا نعيشه في الأيام الخالية وخسرت كذلك تلك اللحظة لحظة الحكايات دي القصص يكنوا يحكيون لنا الوالدين دينا وكنا نستأنس بهذه القصص وكال الإبن يبقى يستمح حتى يدهن نعس هذه اللحظات كلها فقدناها وكلها خسرناها في زمن العولمة وزمن التواصل التقني عبر هذه الوسائل الرقمية وخسرت كذلك أيها الإخوة تلك اللحمة لما كانت العائلة تجتمع على الطعام وكانت تجتمع ويقص كل واحد منهم حكاية هذه الأمور كلها فقدناها وكلها خسرناها في هذا الزمن الخبيث ثم كانت تجتمع على الطعام وكانت تقضي جل أوقاتها مع بعضها هذا هو الاجتماع الذي فقدته الأسرة في هذه الأيام وللأسف فقدنا كذلك أيها الإخوة تلك الابتسامة الناتجة عن مستملحة يحكيها يحكيها الأم أو يحكيها الأب أو يحكيها الأخ الأكبر فيبتسم الكل هذا كله أيها الإخوة فقدناه في هذه الأيام إذن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هناك مؤامرة وخاشي كي بل نحن يعني ما كيبانش في الحقيقة لكن هي مؤامرة أيها إخوة لماذا؟ لأن هذا الميتاق الغاليد لله سبحانه وتعالى يعني أقيم هذا الميتاق الغاليد في الجنة هذا الميتاق ديال الزواج بين آدم وحواء إذن كان في الجنة ثم ميتاق غاليد الله سبحانه وتعالى جعل فيه مودة ورحمة كما قال الله سبحانه وتعالى لكن للأسف يريد هؤلاء الناس كيهمهم الفرد ما كتهمهمش الأسرة لأن الأسرة كيعتبرها حاجز ومانع ما كيخليوش ذك التقدم وذك التطور الوحشي ما كيخليوش الإنسان تكون عنده حرية يتحرك ويدير ذك الشي اللي يبغى فالأسرة تقف سداً مانعاً وحاجزاً أمام هذا التطور لذلك خططوا لتمزيق هذه الأسرة إذن يحاولون تفكيك كل العلاقات مش غير ذي الأسرة حتدي العشيرة وحتدي القبيلة وحتدي الدولة وحتدي القرية أو المدينة هذه العلاقة كل هكي يحاولوا أنهم يشتوها حتى ينفردوا بالإنسان وبالتالي يعطيوا ذك الصموم ديالهم وقد نجحوا في ذلك وهذا أصبحنا نراه في واقعنا وفي مجتمعاتنا الأبناء كل واحد في بيته والوالدين حتى وممشغولين مع الإنترنت مع تليفون إلى آخره إذن فأصبحنا نعيش هذا الحال وحققوا هذه الأمنية وهذا الهدف لك أنكم يخطوا له منذ سنوات كثيرة لأن هذه العلاقة أيها الإخوة كما قلنا تقف حاجزاً للتطور الوحسي ومن بين هذه الروابط وهذه الأواصر هي الأسرة وهذا يدل على أن هناك صراع بين الحق والباطل الحق تمثله هذه الأسرة باش كتمثله بتلك التربية الطيبة لكنا كانت لقاوحنا عن الوالدين ديالنا وبذلك مدف لكان الإبن يستمع إلى نصائح أمه وأبيه وكان يعتبر الوالدين دياله هم المثل دياله الأعلى لكن هذه الأمور أصبحنا نفقدها في هذا الزمان إذن هو صراع بين الحق والباطل الأسرة أيها الإخوة كانت مستأمنة على التربية وكانت هي المرجع الأساسي بالنسبة للطفل وكان العلاقة بين الرجل والمرأة كما قلنا سماه الله تبارك وتعالى ميتاقاً غليضاً والأسرة أيها الإخوة هي أول خلية صارت هي لك تبني لكنها صارت مستهدفة من طرف الأعداء والهدف كما قلنا هو الانفراد بالإنسان وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية أنت حينما تكون مع إخوانك فأنت في حصن حصين وسد منيع من الشيطان لكن حينما تخلو بنفسك تصبح لقمة سائغة في يد الشيطان يفعل بك الشيطان ما يشاء فلذلك كي يخطوا باش أن هذا الإنسان ينفردوا به وبالتالي غد اعطوا دك السموم من خلال هذه الوسائل دي الاتصال ودير التواصل بين الناس وهكذا أيها الإخوة بدأت السهام تتوالى على الأسرة فحاولوا النوم يخرجوا الوالد إلى العمل فخرج الأب ثم خرجت المرأة بعد ذلك ثم عطينا الأبناء دياننا المربيات ماذا عسى المربية أن تفعل هل تربي المربية هل ربت نفسها ها ونحن نرى ما يفعله وتفعله المربيات بالأطفال وتولى التربية مربيات وسلمنا الطفل للعولمة سلمناهم للهواتف والوردنادورات وهذا المسائل ديال تقنية وديالتقدم إذن فأصبح فيه شركاء متشاكسون هذا الإبن أصبح يخاطب العالم كله بخيره وشره في الوقت الذي كان يتلقى الدروس من عند الوالدين ليس إلا أو من عند المعلم أو الأستاذ في المدرسة لكن الآن أصبح يتلقى ويتربى على يد هذه الوسائل وأنتم تعلمون السموم التي يبطها الأعداء من خلال هذه الوسائل إذن العلام أصبح كله يخاطبه وأصبح الوالدين مغلوب على أمرهما ومن خلال هذه البرامج التي نرى ويتبع الأطفال ديالنا يحاولون حتى الوالدين حتى بعض الوالدين يحاولون من خلال هذه البرامج أن ينسلخ هذا الإنسان عن فطرته وعن عقيدته وعن كرامته هذا الطفل وهذا الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وقد كرمنا بني آدم من خلال هذه البرامج لهذا الدامة يحاولون أن الإنسان ينسالخ من هذه الهوية وينسالخ من هذه الكرامة التي يكرم الله تبارك وتعالى وسائل الاتصال أيها الإخوة هل هي وسيلة أم غاية نطرحوا هذا السؤال وش هي وسيلة أم غاية يمكن هي غير وسيلة كنستعمل هذه الوسيلة للتواصل مع العالم أو التواصل مع الأقارب التواصل مع الأحباب لكن هذه الرسالة لم فهمناها في الخطأ ستتحول إلى غاية وقتها في الوقت الذي سنضيع الوقت دينا كله وكان تعلمه من خلال هذه الوسائل ما دعسنا أن نتعلم والوقت مسؤول نحن مسلمون ومسؤولون على الوقت ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى هذه الوسائل تقطع الوقت إربا إربا الوقت ما كتحس به لكن حينما تأخذ المصحف القرآن اللي كي تقرأ شيء من القرآن كي يديك نعاس حينما يؤدي المؤدين تعجز على الذهاب إلى المسجد لكن لا تعجز أن تأخذ الهاتف ثم كتبع البرامج وكتبع ذلك شيء مع الأصدقاء دياركم ومع الأحباب دياركم إذا غاب الوعي أيها الإخوة أصبحت هذه الوسائل أصبحت غاية والتي هي الهدف ديارنا لماذا؟ لأن والتي تأخذ لنا الوقت ديارنا وغادي من ترباوش وغادي من تعلموش الأمور التي تقربنا لله تبارك وتعالى فهي تلهي الإنسان وتربي هذا الإنسان على الإدمان فيصبح الإنسان عضوا غير فاعل إذا كنت من المدمينين على هذه الوسائل فأنت في عرف الناس أشكت شواء في الدولة ولا في المجتمع أنت عضو ينبغي أن تبطر لا تنفع غير نافع والعضو الغير نافع كي قطعوه الناس وحد الرجال مريضة بالسرطان ولا مريضة بشي حاجة تقطعوها ما كيخلوهاش فلهذا أصبحت هذه الوسائل هي الغاية ولم نتخذها وسائل لو اتخذناها وسائل لا اكتفينا لنظمنا قوموا بعملية الترشيد لأوقاتنا ولأوقات أبنائنا حتى لا تصبح هذه الوسائل غاية إذن هناك استهتار وهناك قتل للوقت ونحن مسؤولون عنه والأوقات أيها الإخوة التي تضيع ونضيع نحن في هذه الوسائل إنما هذا وقت سرق من الطفل هذا الوقت كان من الواجب أن نستثمره لتربية الأبناء لكن نحن استثمرناه في هذه الوسائل هذا وقت سرقناه وضيعناه ونحن مسؤولون الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قووا ليداتكم وقووا أنفسكم من هذا النار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد السيدات إلى آخر الآية ثم الأوقات تضيع والأمراض تستشري أيها الإخوة ويتولد لدى الطفل آثار نفسية سلبية اضطراب عند النوم وكيقول للإنسان ربما يتخلع خلال المسلسلات وذلك الشيء اللي يتبع كل أشريط اللي يتبع كي الإنسان يتولد والطفل عنه يمرض بهذه الأمراض النفسية وهي كثيرة وتحدث عنها الأطباء نحن أيها الإخوة كمسلمين نحن أصحاب رسالة أولا وقبل كل شيء نحن كلفنا الله سبحانه وتعالى باش نكون مسلمين ونبلغوا هذا الدين بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية لا نجعل هذه الوسائل تأكل رأس مالنا رأس المال ديانة هو أننا نحافظ على أننا نكون مسلمين نحافظ على اللوقيتة ديانة نحافظ على الأوراة ديانة ولا ينبغي لهذه الوسائل أن تأخذ من أوقات هذه الأمور اللي بها كانت قربوا الله سبحانه وتعالى أي ممكن أن نستعملها كما سنتحدث كان إيجابيات ولكن السلبيات تغات وما أصبحنا نراه يدل على هذا يدل على أن السلبية هي أكثر من الإيجابيات إذن هذه الأمور كما قلنا تأكل الوقت نحن مأمورنا لكي نبلغ الخبر عن الله تبارك وتعالى ومستأمنون على أن نبلغ هذا الأمر فينبغي لزبدة الوقت والعصير ديال الوقت ديانة نقضيه في العبادة لله سبحانه وتعالى ولما في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ندعو الناس ندعو أقرب الناس إلينا هم الأبناء وندعو الجيران وندعو أنفسنا الوقت اللي هو تمين خصنا نضيعوه وأكثر الوقت نضيعوه في عبادة الله تبارك وتعالى وفي التربية وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهذا الأمر ديال التربية وديال التعلم هو يعني ورده الأكابر أبن عن جد من عهد النبي صاصم إلى يومنا هذا إلى العصور المتأخرة كانوا الناس كيتعلموا غير من الوالدين ديالهم الوالدين ديالهم كيتولدوا يعني مسلمين أبواتهم مسلمين وكيعلمهم الإسلام وإحنا كنتعلموا الدين وهكذا لكن الآن يصعب عليك أن تتحدث مع ابنك في أمور الدين ها تقولك أنت متخلف أنت ما كتفهمش أنت ما كتديرش إذن هذا الأمور كلها يدل على أن هذه الوسائل فيها من السلبيات ما يفوق بأكثر من الإيجابيات وينبغي أيها الإخوة من الأمور التي تكون تأرقني هو أنني مني نشوف أنني مغلوب على أمري وأنني ما كان أديش صالف وقتها مثلاً ما عنديش واحد الويرد دي القرآن الكريم ما كان حفظ القرآن ما كان أعطيش واحد الوقت الوليدات ديالي بشر ربيهم ونعلمهم الأمور ديال الدين ديالهم نعلمهم القرآن ونعلم كيف أشكر القرآن هذين بغي أن يكون من الأمور التي تأرقني وكالذهب النوم من عيني إن كنا بالفعل نحترم ونقدر المسؤولية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤولون عن رعيته نرى أيها الإخوة هذه الإيديولوجيات التي تبسط سطوتها بخيلها ورجلها وفي الأخير ماذا تريد لهذا الإنسان هذ نزع ما بغون لنا الخير بغون أن نتعلم الأمور التي ستنفعنا في الأمور ديالنا والدنيا لا أبدا وإنما يريدون أن تتشتت هذه الأسر لكي ينفردوا بهذا الإنسان وحده ثم يفعلوا به ما يشاءون نسأل الله تعالى أن ينجينا وأن يحفظنا وأن يجمع شمل أسرنا اللهم اجمع شمل أسرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة يكون عندنا العلم علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين أن الوسائل لا تربي الأبناء الأطفال وإنما الذي يربيهم الوالدين هم الوالدين هم ملك يربيهم أما الطفل إلا خلتهم منه لهذه الوسائل ها رغادي يكون فيه كما قلنا شركاء متشاكسون كل واحد يجر وهذا يولد الإنسان الطراب ما يعرف هذا يكذبه هذا يصدقه هكذا إذا الإنسان ما يعرفش فينا هو وكيقول للنموذج دياله المثل الأعلى دياله هم هاد الناس المشهورين هاد الكوارياء هاد ممثلين ما كيبقاش النموذج ديالهم الصحابة ندوان الله عليهم أو قدوتهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن يرون مثلهم الأعلى في هؤلاء أصحاب الصهرة كما تعلمون وكما نرى وهذا في الحقيقة متفشيا في مجتمعاتنا فلا ينبغي أيها الإخوة أن تقتطفنا يد الهوى ونصبح من الخاسرين الوسائل هي سيل يجرف البذور التي نبدورها نحن كان بذرف الطفل حوج ليه مزيانا ثم تأتي هذه السيول هذه الوسائل هي التواصل تأتي لكي تجرف هذا البذور اللي احنا بدرنا ودكسل في الأبناء ديالنا فلهذا لا بد من تنظيم الوقت ولا بد من التعامل مع الأبناء بحكمة وبحيطة وحذر حتى لا نكون لا ندخل في صدام وصراع مع أبنائنا وبالتالي هذا قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقبه إذن كان هناك سلبيات وكان إيجابيات غادي نفوتوا هذه النقطة لأن الموضوع ديالنا طويل وغمشوا إن شاء الله تعالى البعض الحلول كيف نتعامل كيف نتعامل كيف شو ليداتنا يتعاملوا مع هذه الوسائل نقول وبالله التوفيق لا بد من التدرج في الاستعمال إحنا دبقى أحيانا تدري من صفر العام حتى 6 سنين إلا بغات الوالدة دياله تتهنى منه كتعطيه التليفون ولا لدك تقول لي طابلية ولا شي حاجة باش تتهنى منه باش أنها تشقى على خاطرها ولا الطيب ولا إلا جاءت عندها مرضاي باش تقلس معها وهي مرتاحة كتعطي الإبن دياله التليفون هذا لا يجوج لا ينبغي بالخصوص هذه الفترة دياله من صفر حتى 6 سنين لا ينبغي أبدا أن نعطي للطفل الهاتف بأي وجه من الوجوه إذن هناك ينبغي أن تكون قطيعة بين الطفل وبين هذه الوسائل في هذه المدة الزمنية كما قلنا ثم لا بد أن نعطي لأن منك تمنع الطفل من واحد الحاجة خاصة تعطيه البادير تعطيه الوقت الوقت فيه يتربى الوقت فيه أين أتكلم معه الوقت فيه أين أتخرجه لنزها لكي يكون استطلاع على الخارج ثم اتباع الطفل لا بد أن تتتبع خطواته وحركاته وأفعاله هكذا لا بد ملاحظة لا بد من الملاحظة يعني ملاحظة الأبناء ثم لا بد أن تحاول أنه صغله بالأنصطة البدنية تربية مثلا تربية البدنية يجريه تعلمش حوج اللي يتنفعه في البدن دياره ثم لا بد أن تنظم له الوقت ولا بد أن تربطه بالورق والقلم بدل أن تعطيه الطبلية أو التليفون أعطيه واحد الورقاء واحد القلام ويقول لي يكتب لي هنا ولا رسم لي هنا ولا يدير لي كذا هنا الإنسان يكتسب تجربة وكتول لي عنده واحد لا بد أن يقول الإنسان طفل يعني يفكر في شي حاجة ما يبقاش أول مصغول غيره مع هذا كل اللعاب معه ثم لا بد من مصاحبته الاكتساف العالمي الخارجي كم يتلي نزهة من النزهات أو الخرجات مثلا ندير الخرجاء وتبشي مع ولداتك وتخرجوا الطبيعة وكذلك إلى خيره إلى الواد إلى البحار إلى شيء من هذا فهذا من الأمور التي الطفل بها يعني ينفتح على العالم الخارجي حتى لا يظل يعني راهين غير الدار دياله كيعرف غير موبه ختول كيعرف غير الماكلة واشراب العاس والزوجان أيها الإخوة لا يحتاجون للتواصل عن بعد وإنما هم في أمس الحاجة لكي يجلس بعضهم مع بعض وكي يتناقشوا مع بعض ديالتهم ويحكيوا القصص مع بعض ديالتهم ثم إعطاء الوقت الكافي للأبناء وتحبيب لهم القرآن ولكن كل ذلك بطريقة يعني مرينة ما شيء نتسدوا معهم لا بد من استعمال الليونة وطريقة مرينة ثم نعطيهم واحد فترة اللي غد يسترحوا فيها وغير يلعبوا فيها ثم ربطوا الطفل الصغير بطفل موثوقين به يكبروا نعم زيان سبحان الله لأن الطفل كي سابد أكتر من الطفل أكتر من والدي لأنني كتربطوا بواحد طفل اللي يكبره سنا بالخصوص إلا كان خوه ولو الجيران ولو كده يكون كما قلنا موثوق به وغادي تعلم منه شيخويج وغا يبلغ له لأن الطفل مع الطفل يستفيدوا أكتر وقدر يبلغ لي شيخويج اللي إذا قلنا يكون واحد طفل اللي مربي وخي يكون كبار منه في السن ما كانتش مشكل لكن يتعلم منه الحويج اللي هي مزيانة إذا بلغ 14 عام سن دي 14 عام لم يبقى من التربية إلا المصاحبة صافي هذا هذا الشي اللي تغرس فيه روى التغرس لذلك إحنا ولداتا خرجوا يعني من تحت السلطة دي ها تسحب البيصاد دي التربية لهم لماذا لأن من تابع نح توصلوا 16 عام 18 عام و20 عام إذا ما كيبقى دي الساعة ينفع معاه تربيه وقل لي تعالى دير هذه ولا دير هذه لا دي الساعة إلا أنك تصاحبه وتعرفه مع من كي يجي ومع من كي ترافق ووش كي يدير هذا الأمور لا بد الإنسان يصاحب الإبن دياله في هذا السن مصاحبة وهذا سن خطير كما تعلمون السن دي المراهقة والسن دي البلوغ الرشد الطفل في أمس الحاجة إلى العناية لا بد أن تعتني بابنك وتعرفه كما قلنا مع من كيمشي ومع من كيترافق في السن ديال الرشد وديال البلوغ وكيبلغ الطفل 18 عام حتى العشرين عام و21 هنا كيصبح صاحبا ومستشارا ما تبقاش هذا ولدك ولا غد تحكم فيه ولا كيقول لي تتخذه صاحبا وتستشيره معه في الأمور ديالك ديال الحياة الدنيا أشن ديره أشن رأي ديالك لا بد تأخذ الرأي دياله في هذه في هذا السن لماذا لأنه فادك السن ديال البلوغ ديال كذا فاته لا بد أنه أصبح لك مستشارا وصاحبا فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمن يحب وردا وأن يعيننا على تربية أبنائنا اللهم أعيننا على تربية أبنائنا اللهم أعيننا على تربية أبنائنا ورب لنا أبنائنا كما ربيت أبناء عبادك الصالحين اللهم يا رب اجعلهم هينين لينين اللهم يا رب اجعلنا لهم كالأرض الدلول يطأوا الصغير والكبير اجعلنا لهم ميسرين غير معسرين ارزقنا الحكمة في التعامل مع أبنائنا اللهم يسر أمورنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه ربنا آمن بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولاجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين